خير سمعنا نعم على مجدد على الوطني تونسي غنيت وصلنا حتى 89 دقيقة مرحبا بكم التوينس الكل تبا فينا تسمو فينا مكملين معكم نقالنا المباشر في السباح تونسي حتى لاحدي شنيت نعطيكم فكر على هم الفقرات متاعنا في ساعتنا الأولى تلقى معنا فقرات سؤال لدكتور اليوم ذيفتنا دكتور ولمدام خولة سعيدي قبيلة إشراف بديوين الوطني الأسرة والعمران البشري فرع من نوبة تتحصوا شوية معها على مراحل التحضير ولا الاستعداد للولادة نعرف برشا مراحل هما ومهمين برشا تونعطيكم مشوياخر كيفش يكونوا المراحل هذوما ولاشنوما هما المراحل وشنوما الفيدة منهم زيدا وبرشا أسأل الأخرين تلقوا الإجابة معنا احنا في فقرة سؤال دكتور وبعد نتعدي ولل كوجينا اليوم شايف نيس بحيبه بشي قد منا وصفة مهدوية شبتي يا مهدوية تعمل الكيف يعطينا مشوياخر الغسات شيف أنيس وبعد بش نتعدي ولفقرة الاستهلاك الدكتورة أنيسة قاسب مختصة في أمراض السكري والتغذية نتحث معها شوي على الحليب والأذرار والأثار الجانبية نحن في العدد ديما نقولوا الحليب نستهلكو رهو بيره وفيه كالسيوم وفيه دليل جسم والصحة متاعنا لكن اليوم اختنا نحكيه على الجانب لأخر زيدا الحليب للأثار الجانبية والأذرار متاعه موضوع مهم برشا ماذا بينا الأولياء والناس الكل يقضوا يتابعونا في الموضوع هذي ساعتنا الثاني نبدأوها مع دقيقتين نتروت السابر جلاسي خبير ومكون في السلامة المرورية كالعادة يقدمنا مجموعة متوصيات لكل مستعملي الطريق ومن بعد جيب أحدين عواطف الشابيه فقرة زينة داري اليوم مهندس مع ميري وريد خراتي يكون معنا بتليفون ويتحدثنا شوية وليقدمنا مجموعة منا ساقح فيما يخص أنواع الطاقة الشمسية في المنزل اللي ناوي بيش يعمل الطاقة الشمسية نجم يتعرف على الأنواع وشنوه الإيجابيات وشنوه السلبيات نخدموا اللي قامتنا اليوم كالعادة نرجعوا لإجراءات الوقائية وشروط حفظ الصحة مع سي واسيم الهاني عن إدارة حفظ صحة الوسط والمحيط تتابع لوزارة الصحة يعطينا مجموعة من الساقح والتوصيات فيما يخص التوقي من العضوة فيروس كورونا خليكم معنا تتابعونا من توامل اللحديش نبدأ مع أولى في فقراتنا سؤال دكتور ذيفتنا اليوم مدام خوالة سعيدي قبيلة إشراف بجوين وطني الأسرة والعمران البشري صباح الورد صباح النور موناء مرحبا بيك مرحبا مدام خوالة بحثنا اليوم حبينا نتحص على موضوع مهم برشي يهم النساء الحوامل توا قصان بازلوا في الفترة الأولى بش نحكيه على المراحل التحذير ولا الاعداد للولادة طول يسمع فينا يقول شنو هالمراحل لذومة ومهم مين وإلى ليه طول احنا نعطيهم التفاصيل شوي أخر نعرف وإلي الولادة عملية مهيش سهلة بالكل إذاك عليش لزمنا نعدولها بالباهي بش هكا تكون على أكمل وجه وبش يكونك الإحساس الأمومة زيدا نحصوا معناها نتمتعوا بالإحساس هذيك ما نبديوش متقلقين ولا متوترين اليوم بش تعطينا فكرة على المراحل التحذير للولادة خاصة نحكيه من لول شنو الفيدام تاعه لهذا التحذير للولادة هل ضروري وإلى ليه؟ هو أول حاجة يلزمنا نوضحه من لول شنو الفرق ما بين التحذير للولادة والأبوة اللي يدخل فيها الراجل والفرق ما بين العيادات لمراقبة الحمل فما فرق ما بينتهم فمش كنت تقول لك أنا نتبع عند قابلتي بالكداول نتبع عند تبيبي وفاهمة كل شي وهاني نتبع في الجروب وهاني ندخل للفيسبوك وهاني نشوف في الفيديو أكواسة ساغ نمشي نعمل تحذير للولادة لأ فما فرق كبير بالنسبة لمراقبة الحمل هما الخمسة عيادات اللي تعملهم المرأة من أول ما تجاه تأخر في العادة الشهرية من أول ما تكتشف لأ فما برشنسي تقول أنا عندي تأخر في العادة الشهرية يعني راني حبلة لأ نجم تكون حبلة مش بلاستها نجم يكون عندها كيس نجم تكون عندها حاجة أخرى يلزم لأي مرة يكون عندها تأخر في العادة لمدة عشر أيام تمشي لتبيبها وإلا للقابلة متاحة وتعمل ليكوغافي وعننا خمسة عيادات وفي وسط الخمسة عيادات عنا ثلاثة إيكوات يلزم هالمرة تعمل إيكو لمراقبة الحمل من اللول ونشوفو هل الحمل هذا الجنين يكون حامل لإعاقة وإلا لي فما ليكو أمتاع الخامس نشوفو فيه التشوهات متاع الجنين والنموم تاعه والتكوين متاعه وفما ليكو أمتاع الثامن اللي بيش نشوفو به وزن البيبي الكمية الماء اللي فيها البيبي والطريقة اللي تنجم تولد بها لمرأة هذو ما مراقبة الحمل هذو ما عيادات المتابعة الحمل عاديين يصيروا عند أي مراحة حامل يعني هنقولوا لهم الإنساء اللي تابعوا فينا راو مش هذو ما هما المراحة لتحضير الولادة راو حاجة أخرى ونأكد على الإنساء إنهم يمشيوا يعديوا يعايشكم ما تخافوش من الكورونافيروس وتنسيوا العيادات متاعكم راو مهم ورقبة الحمل نحطاتو ديما نذكر نلبسو اللي بافيت متاعنا نهزو الجيل نحاولو من نمشيوش في أماكن مكتظة وناخذو ونعديو على رواحنا نمشيو توا للتحضير للولادة والأبوة مش معنتها معنتها هما سبع حصص يصيرو من الشهر الخامس على مثلا كل جمع النجمو نعملو حصة لنساء ومن المحبث إن يكون الراجل حاضر معاه وين هذا يصير التحضير لولادة موجودين في الخاص وموجود في التنظيم العائلي متاع من نوبة متاع إريانا ومتاع بن زارت سيدة هذو متكونين لساشفام فيهم ونجمو يقدمو الحصص هذو قبل الكورونافيروس كنا نعملو مجموعات من خمسة ستة نساء وساعة كي تبدل المرأة تحب تجي مع رجلها ناخذو كوب البركة ولا مرأو رجلها خطر ديما فما إحراج طوى مع الكورونافيروس ولينا ناخذو مكسيموم زوز ولا ثلاث نساء باش ما يكونش فهم اكتفاض على خطر تحضير لولادة فيه برشا عمليات تنفس وحنا نعرفو إلي الكورونافيروس تتعدى بالتنفس دونق قللنا من عدد النساء وديما حسب طالب بالمرأة بخطر معناش برشا مختصين في الحكاية هذية كيف تجي المرأة وتقول سمعت بيكم تعملوا تحضير لولادة نوفروا لها الخدمة متاعنا ندي مدام خاولة هوني نلقاه في المراكز بلاي فيديوين الوطن للأسرة والعمران البشري في بلاي سخرين مين؟ في بلاي سخرين فما في الخاس في الخاس فما دي سنتر في الخاس وقعدين يحضروا في إيكيب في سبيتار وسيلة برقيبة أما احنا كيف جاءت الكورونافيروس تخلوضت شوية الدنيا على خطر بجلنا حاجات على حاجات كيف كيف خطر باش نحافظوا على التباعد الجسدي حاولنا إنا ديجا في الجروب وفي الفيسبوك نحكي وديم عليها ونحاولوا نوعيه وهذاك عليش أنه جيت بحذيك باش كل جمعة نقدم حسة باش تستنفع بها المراهة من خلال الراديو يعني متنجة مش جي تحضر في الحساس هذوم أو على الأقل يكون عندها فكرة والطبق هذي الكل في الدار بالضبط هو أهم حاجة عليش تحضير للولادة هو على خطر هي الحبالة فرحة يجب المراهة تتمتع بالفرحة هذيك وتمتع صغيرها أحنا قاعدين نشوفه في العكس المراهة من اللي تحبل من اللي تبدأ فرحانة على خطر حبلة ومبعد يجيها الخوف توتر والأقلق والأي صحيح الخوف من الولادة بو ان جنرال ما يخافوش من الحبالة تقول لك حبلة كي ملاع الناس الكل هن يناكل هن ينشرب أما الخوف من هر الولادة الخوف وين بيش تولد شكون بيش يحذر معها وكيفاش سيخطو بيش تتلهاب الجانين من بعد الكلو بالنسبة لها هي فلو حتى تراف اللي فيديو وتشوف احنا توا محظوظين جنراتيان ذي عنا كل شاي موجود ما فم أخوف داخلي ما تنجمش تعبر عليه وأهم حاجة الراجل ما هوش حاس بالمرأة يقول لك ثم كلمة خائبة هي تتقال في العائلة تقول لك حتى القطوس أحبله توالدت دونك يزمها تعديله حم ويزمها تعديله حباله ما يزمهاش تخافه ما يحسش بيها وسختو كيف تولد نس كلها تحط المرأة على الجنب يوليولا هين كان بالبيبي يشعه لي كدوقين للريبي لا ماذا بينا نتفكرون المرأة ماذا بينا ناخدوا الكدوات للمرأة وماذا بينا نهزولها المرأة هنه وين يدخل الدور بتاع الراجل علش ندخلوه أحد احنا نحاضره للحصاص متاع الولادة على خاطرتها ونحكيه بالقدير كل حسه شنو فيها من ضمن حصاص متاع الولادة نعمه حتى كيفاش تدوش للريبي نعمه كيفاش تعملوا ليسوا متاع الصرة نعمهم كيفاش يلبدوا الكوش كيفاش يرضعوا أهمية الرذاعة أنا هي الطريقة اللي بشتولت بها المرأة قيصارية وإلا طبيعية كيفاش الإحساس أحنا نخد بولهم حتى على الإحساس وعن نفسية متاع المرأة ومتاع الجنين في كرش أمه كيفاش الجنين يحس بوجود بوه خط الراجل يقول لك أنا ما عندي حتى شيء هي حبلة ويسمع صوتها هي ويحس بها هي اللي الجنين يحس بوه فما دي زيك زيك سيسنع المهم للراجل كيفاش لتتعدى الإحساس للجنين يعني يولي الراجل أمبليكي مع المرأة يولي يحس بيها ويحس بالجنين ونوريه تصور كيفاش يصير النمو كيفاش الصغير يحس بالبوه يتشجع هو بيدو على خطر طوى وفي الظروف هذه اللي منعين علينا التنقل بين المدن ونقصة العلاقات الأسرية يعني طوى المرأة بشتلقى يروحها هي والبيبي والراجل دونك لبالراجل يزميعه لك علش الزوجة تونسي لازم يتشجع ولازم يقف مع زوجته في الفترة هذية فترة الحمل هي فترة بتتعدى نعرف فترة صعبة شوية لكن ليس يلش يتحملوا والأمور النفسية أهم من كل شيء أهم حاجة وكي تبدأ فاهمة هي شنو يجرى أحنا في تحضير الولادة أما ذي بينا حتى القابلة اللي كونت المرأة تمشي وقبل الولادة تدخلها لبيت لولادة تعرفها على بيت لولادة بش هي تبدأ عارفة الاسباس اللي مشيتلو مبدأش فلو تعرف هذية الطاولة اللي بيش تولد عليها هذو ما تطب اللي بيش والدوها هذي الفرش اللي بيش تحط فيه البيبي هذي الفرش اللي بيش ترقد فيه راهو تحضير الولادة يستحق برشة متريال أما النجم من حتى شيء نعملوا تحضير للولادة يعني ما يقول شوى حد سيرتو أنا أشاجع على القابلات في المستوصفات وفي السبيتارات العمومية راهو النجم من حتى شيء نعمل تحضير للولادة للمرأة ونفسر لها بفولارة تنجم تعمل ديزيكزيكسيس بكورة متع بيكبونك تنجم تعمل ديزيكزيكسيس ما نسحقوش حتى البالون الكبيرة على طاولة تنجم تعاون روحها طريقة الصلاة تتعاوننا كيف كيف كيفش ننضيقاج لباسان ونخليه راس البيبي يتحط في بلاستو فمبرشة حاجات سهلين وعاديين أنا نقولهم حتى كيف نكون الطلبة متاعي نقول لهم رهوا المعلومات كل عنا أما ما نعرفوش كيف نوظفوهم أحنا نجيو للمرأة باش نوظفوه لهاك المعلومات ونعلموها كيفاش تستغلهم مهمة مهمة ياسر نحب نقولها معلومة مهمة ياسر اللي راهي لمرأة اللي طولة دا عادي وإلا طولة قيساري تستحق تعمل التحذير للولادة هذا شو مش نسألكينا احنا بعد ما حكينا قلنا إنو الحصاص الولادة نعود نذكروا الاستعادل الولادة يبدأ من الخامس الشهر الخامس من الحمل نحكي وولادة قيسارية وإلا وولادة طبيعية هل الكلهم كما حكيت أنت يستحقوا للتحذير وإلا ليه الكلهم يستحقوا للتحذير وهم في صباح حصص حصة بركة نحكي وفاها على الولادة ونحكي وفاها كيفاش تتنفس المرأة وقت الولادة وكيفاش تعمل لزيكزاقسيس فيزيك متاحا كيفاش تعمل سبار نقولها باللغة الدرجة وننصحوا ديما بالبيسين وننصحوا تبدأ مرأة حبلة في شهرها ولا قبل شهرها في الخامس في السادس في السابع في الستيمن في التاسع تمشي للبحر ما قلناش تعمل بلانجان أما ليزيكزاقسيس الكل اللي تنجم تعملهم في البحر تنجم تعملهم برشا نساكي في تحبلت قولت لا معاش نمشي للبحر لا البحر به برشا ودايغوا لبرة نشوفوا برشا نساك عادة طولت فيليبيسين ويدوا فيليسال دوبان دونك رانا نشجعوا برشا عالرياضة يسهل شوية عملية الولادة يسهل برشا عملية الولادة وبالنسبة للمرأة اللي بيشتولد قيصرية راه التنفس اللي نعلموه في حصص تحضير الولادة به للمرأة اللي بيشتولد قيصرية والمرأة اللي بيشتولد عادي على خاطر قد ما نعطيه لكسيجين للبيبي وقد ما نتعلمه طريقة صحة للتنفس قد ما البيبي يجينا وما يجيناش سوفخان وما يجيناش تاعد الحاجة الأولى الحاجة الثانية في التحضير للولادة نعلمه كما قلنا كيفاش ترضع وأهمية الرضاعة منتاع الأم نعلمه كيفاش تقعد البيبي كيفاش تدوش البيبي كيفاش تبدله كيفاش تعمل لسوام تاع البيبي الكل كيفاش تعديله الإحساس كيفاش تعطيه الأمومة كيفاش ندخل الراجل معاك كيفاش شنوه أنت تلبس شنوه تاكل على خاطر في كل مرحلة البيبي استحق الأكلة معاينة ونحب ونحيه كالفكرة اللي عنا غالطة تاكل الزوز ويزمها شنوه تسمع المرأة ومبعد توحل لا تلقى روحا كيفاش توضع كيف كيف تنجم تتعدى من الميك لامتاعها للأمراض اللي تقلقلنا لحبالة كيما السكري الحمل كيما ضغط الدم الحمل هذي الكل نعلموهم لها في الحصة الخامسة على خاطر من الشهر الخامسة هي المرأة بجد تزيد في اللويزين كيف نعملو لها احنا حصة متعليجيين دولا غوسيس يعني وقتش تسافر كيفاش تاكل كيفاش تقعد كيفاش ترقد كيفاش تقوم كل ما يهم حياتها اليومية هذو ما الكل كل حصة مختصة في حاجة يعني المرأة اللي هم تقدش من حصة سبع حصة سبع حصة يعني المرأة تخرج من سبع حصة متمكنة تنجم تكون بكرة من أول نهار تكون بصغيرها للذكر حتى اللي ماهيش بكرة اراهوا من المستحسن تعمل حصة الولادة فما تقولك ماريا مش منقول تقولك عندي فكرة ونعرف لأ سبع فري أنا سما دي ساشفا يعني قابلات والدين وسيئة ومتخرجة قابلة وولدت وعندها صغير كيف حاضرت للحصة متعلوية دم بعد بهتت في روحها تشفت عندها المعلومات الكل موجودين أما ما عرفتش كيفاش توظفها بالضبط احنا نعلم التطبيق للمرأة والراجع ننصح نساء الكل يحاولوا تبعونا في الحصة القادمة الكل كل جمعة إن شاء الله يستفيدوا من عنا إن شاء الله مدام خاولة نعود ذكر الناس التي تتبع فينا كون هارتليث إن شاء الله بش كون عنا تكون بحذينا مدام خاولة سعيدي قبيلة إشراف بديوين وطني الإسراء والعمران البشري بش نعطيكم نقدمو لكم الحصة هذوما في كل مرة نقدمو لكم حصة هما سبع حصة لنك قد أنتم تابعونا للنساء ورجال الأزواج جدا ماذا بنا يتبعونا ويحاولوا في الدار يتبعوا فينا ويطبقوا هذي الكل بش يكونوا في الأخر متماكنين وهكا يعيشوا كأحساس الأمومة والأبوة هما متفردين فرحانين مش متقلقين شكرا ونشكر بربي موني اللي كونتنا كونت ليسا شو عملي في تونس الكل أريانا بنزار تونس وسيلة برقيبة هي اللي كونتنا وهي قامت على نشر هذه الثقافة هذه في بلادنا يعطيكم مساحة موافقين تسعة تلاثة وثلاثين دقيقة على مجد لديها الوطني تونسي ما زلنا مكمني معكم لقناة المباشر في صباح تونسي شوية خير تسمع الدكتور حكيم ومن بعد سمعكم محمود عسيلي بشرة ثابتون بيت وراجعين معكم في صعدة الأولى مصباح تونسي